نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونعود أيها الأحب الكرام وحديثنا لحلقة اليوم هو كيف نواجه الوباء كيف نواجه به أمراض الطاعون كيف نواجه الأمراض التي بدأت تظهر في العهود الأخيرة هناك دليل من دلائل النبوة صار ساطعا في زماننا هذا وهو قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الطاعون الطاعون معناه وباء وباء ينتشر بين الناس بسرعة في هذه اللحظة كان المجتمع المكي والمدني سليما لكن حينما سئل النبي الكريم عن هذا الموضوع أجاب جوابا عاما صالحا لكل زمان ولكل مكان ماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها هذا حديث نبوي صحيح يمثل دليلا من دلائل النبوة والإعجاز النبوي الشريف يقرر ما يسمى الآن بالحجر الصحي أو ما يسمى بالعزل عند انتشار الأوبئة والأمراض المعدية المتفشية بين الناس إذا وقع هذا الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا منها وقد وقع أول مرة في تاريخ الإسلام في عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز وقع وباء بالشام ولما كان سيدنا عمر يسير بالجيوش بالجند سمع بأن هناك طاعون في المنطقة فقيل له لا ينبغي أن تخرج بالجند في هذا المكان الذي فيه الوباء سيدنا عمر تشاور فرأى أنه لا يدخل هذه المدينة لكن سيدنا عبيد بن الجراح وكان من الجند كان يريد أن يدخل ليقتحم وسيدنا عمر يقول لا لا ينبغي أن نقتحم نرجع فظن أبو عبيد بن جراح بأن سيدنا عمر موقف هذا نوع من الجبن والخوف فقال له أفرارا من قدر الله يا سيدنا عمر قال نعم لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله هذا قدر فيه خطر وهذا قدر فيه أمان فنحن نفر من القدر الذي فيه خطر إلى القدر الذي فيه أمان وبدأ الحوار فيما بينهما فكان أن جاء الصحابي الجليل عبد الرحمة بن عوف وقال يا أمير المؤمنين إنني عندي علم بهذا الأمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمعتم بهذا الوباء في أرض فلا تقدم عليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهم ويمثل دليلا من دلائل النبوة هذا كلام عظيم وكلام جليل لأنه يقرر مبدأا صار متعرفا عليه في الوقت المعاصر ما يسمى بالحجر الصحي أو ما يسمى بالعزل فهناك دول تصاب بأمراض وأوبئة خطيرة جدا معدية وقاتلة فأول شيء تفكر فيه أنها تقوم بالحجر على المرضى وتعزل الأماكن المحتملة بهذا الوباء العالم منذ زمان يعرف بين الفينة والأخرى ضربات هي عبارة عن أوبئة هي عبارة عن أمراض متفشية هي ما يسمى بالطعون في المصطلح الفقهي وإلا فالطعون مقصود به وباء خطير ينتشر بسرعة عن طريق الجو فيصيب الناس في أبدانهم ويفضي إلى وفيات بل هناك بعض الأماكن من أعطاها الله الفناء والعياد بالله يكفي أن ننظر في واقعنا المغربي في القرن التاسع عشر مثلا آخر محطة ذكرها المؤرخون في القرن التاسع عشر انتشرت أوبئة في المغرب والتهمت عدد كبير من المواطنين كان هناك ما يسمى مثلا بمرض السل انتشر ما يسمى بمرض التفيس والعياد بالله اللي يحفظ الجميع وأيضا ما يسمى بمرض السلمة لكي تسمى المنانجيت وغير من الأمراض كانت بين الفين والأخرى تتفشى في منطق معينة ثم تنتشر وكان الناس إزاءها يختلفون خصوصا العلماء والدعاة وخطباء الجمعة بعض العلماء ماذا كانوا يقولون بأن هذا الذي يصيبون هو ابتلاء واختبار لإيمان الناس الله عز وجل أراد أن يبتلي الناس هل يصبروا أم لا فيصون الناس بتحمل البلاء ويصونهم بالصبر والاحتساب ويطلبون منهم معالجة هذا الوباء بالاتخاذ الأدوية ثم بالتدرع إلى الله بالشفاء هذا موقف وسطي معتدل عبر التاريخ كنا نسمعه من العلماء ومن الدعاة وغيرهم من أهل الصلاح لكن فئة من العلماء كانوا يرون برؤية أخرى يقولون هذه الأوبئة وهذه الأمراض وهذا الطعون المتفشي إنما هو في الأصل تعبير عن غضب الله يعني أن هؤلاء الأقوام ارتكبوا جرائم خطيرة وما أدعانوا لله وما أنابوا وما تدرعوا وما استغفروا فصلت الله عليهم هذه الأمراض لأنهم يعيثون في الأرض فساد إما لظلمهم وجبروتهم وإما لفسقهم فجورهم ويقدمون أمثلة من ذلك أمثلة كون أن في التاريخ وقعت مجموعة من الأحداث وربنا ذكر في القرآن العظيم من بينها أن قوم موسى في عهد فرعون الذي كان ظالما وكان معتديا وكان يفعل جميع أنواع الفساد وربنا عز وجل استتابهم فلم يتوبوا فسلط عليهم الجراد والقمل والضفاضع والدم والطاعون ثم ختاما صلط عليهم الغرق فقالوا بأن هناك آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن أقوام أفناهم المولى والسبب هو ظلمهم وعدم تدرعهم فنلاحظ دائما في التاريخ إذا أكل هذه الأمراض والأسقام العلماء والمصلحون والمتتبعون دائما يختلفون وجهتين فئة تقول بأن ما أصاب الناس بلاء والبلاء ينبغي أن نستغفر الله منه لقول الله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله وإن إليه راجعون فئة دائما يركزون على أن هذا بلاء ينبغي فيه الاستغفار والفئة الثانية تقول لا إنه غضب من الرحمن من الجبار غضب عظيم الله تعالى يغضب على عباده ونرحض بأن البعض يقول بأن هذه الأمراض هي جنود من السماء وما يعلم جنود ربك إلا هو ألم يكن الجراد الذي أصاب قوم فرعون جند من جند الله والضفادع التي هجمت عليهم والقمل الذي هجم عليهم وغيرهم من الأمراض والسامري الذي كان صنع عشلا الله تعالى صلط عليه مرض جلدي كان يقول لا مساس إذا تتبعنا تاريخ البشرية كل مرة يظهر وباء من الأوبئة وكان آخرها في عصرنا هذا ما يسمى بداء السيدة هذا داء خطير جدا ورغم أن له أسباب كثيرة ولكن عمق السبب وهو خروج عن الفطرة الإنسانية ربنا سبحانه وتعالى وضع للكون نظام ووضع له قانون وكلما خرج العباد عن هذا القانون الإلهي ربنا يسلط علينا والعياد بالله أمراض وتتفشى أسقام لم تكن في السابقين فمرض السيدة مثلا سببه الأصلي وهو مرض كون أن الناس كانوا يتعطون الفحشة خصوصا المثليين الدكور مع الدكور والإناث مع الإناث وهذا وقع في أهد نبي الله لوط عليه السلام في قرية سدوم ونعلم ما هو المصير المصير أن قوم لوط ربنا عز وجل عدم معدام شديد حينما رفع القرية إلى أعلى السماء وجعل عاليها سافلها ثم بعد ذلك عدمهم بأن أمطر عليهم مطرا مطرا من حجارة والعياد بالله فمرض السيدة هو كما يقول العلماء لا يدخل في العلاقات الرضائية الفرضية لا تسمى دي علاقات رضائية هذا خروج عن الطبيعة الكونية التي خلق الله تعالى فتكون فيروس السيدة بسبب العلاقات بين الدكور والدكور والنساء والنساء الشدود الجنسين ثم نلاحظ مثلا في الآوين الأخيرة ظهر فيروس آخر يسمى بالإيبولا الإيبولا هو كان مرض انتشر في إفريقيا وإيبولا هي منطقات متواجدة بجمهورية الكونغو قريبا من نار اسمه إيبولا ولما بحثوا قالوا السبب هو خروج عن طبيعة البشرية ربي عز وجل وضع قانون في الوجود احنا غالبا شعر دلين قوانين وكان احترموها واللي ما احترماش كيتعاقب عدنا قانون السير وقانون الجنائي والقانون المدني وقانون الجو وقانون البحار واللي خلف اي قانون كيتعر بالعقوبة فما ضلق برب العالمين الذي وضع قوانين في هذا الوجود ونواميس وقواعد ومعايير مهمة فمرض الإيبولا مثلا اكتشفوا في النهاية بأن سببه الأصلي وهو خروج عن الطبيعة البشرية أن هناك أناس والتي تعدم جميع جنسي مع الحيوانات مع القراضة مع الغوريلا مع الشامبونزي مع مجموعة من الحيوانات الغريبة فنشى عندهم مرض ما يسمى بالإيبولا ومنهم من اعتبر بأن هذا لا يسمى ابتلاء هذا يسمى عقاب من السماء ثم لاحظنا مرض آخر أنفلوانزا الطيور الذي انتشر في فترة زمنية وخلق الهلع بين الناس في العالم رأينا أنفلوانزا الخنزير أيضا له أسباب كثيرة بسبب هذا الخنزير الذي ومحرم أصلا أكله ورأينا من قبل جنون البقر وغيرها من هذه الأوبئة لكن العالم اليوم يعيش على إقاع فيغيس خطير جدا وهو ما يسمى بفيغيس كورونا هذا فيغيس خطير صار يهدد الناس في العالم وبدأ أن ينتشر بسرعة فائقة امتدأ بالصين الشعبية ثم انتشر نحو بلد مجاورة الآن هو متواجد في التايلوند متواجد في كوريا الجنوبية متواجد في أستراليا متواجد في اليابان ومؤخرا في أمريكا الجنوبية واليوم تم التصريح بأنه قد سجلت حالة ثلاثة في إيران ونسأل الله السلامة والعافية هذا الفغيس ينتشر بسرعة مدهلة وينتشر عن طريق الجو عن طريق الجو قد ينتشر وينتشر عن طريق المصافحة وينتشر عن طريق السلام أو ملامسة الجلد فيبدأ بالزكام والبرد القارح ثم هناك يعطي أزمة في الصدر ثم فشر كلاوي ثم موت بسرعة والعياد بالله الناس أصبحوا يخافون من هذا المرض بشكل فضيع والبعض تسأل لماذا مرض كورونا في هذه الأيام بالضبط ولماذا أصبها الصين الشعبية هناك صناريوات متعددة منهم من يقول بأن هذا اللداء إنما هو صناعة صناعة أن هناك شركات تصنع الأدوية ولكي تبيع الأدوية تقوم بخلق مجموعة من الفيروسات الجرثومية للبيع وتعطي تلقيح لكي يباع وتربح هذا ما يسمى بالرأس مالي المتوحشة لا يهمها فناء الجنس البشري بقدر ما يهمها جمع الأموال هذا السيناريو موضوع من من يقول لا بل ربما أن المنافسة التي خلقت الصين كونها قوة اقتصادية عالمية خطيرة وأنها في يتوقع في التوقعات الاقتصادية يقولون بأن الصين في 2030 ممكن أن تكتسح العالم وأن أمريكا ستصير إلى الوراء أما أوروبا فقد هرمت وشاخت ممكن لا فرنسا ولا بريطانيا وهم يحزنون وأن الأسواق العربية وغيرها في الشرق الأوسط وإفريقيا كله سوف تكون من نصيب الصين فالصين سوف تأخذ الكعكعة برمتها فالبعض يخاف هذه حرب حرب هادئة لكنها خطيرة جدا هذه سيناريوها تقال هناك سيناريو آخر منطقي وهو كون أن قد يكون ما أصب الصين الشعبية هو نوع من العقاب الإلهي لماذا لأن العالم كله قبل شهور اهتزت قلوب الناس واهتزت أفئلتهم لما رأوا ما وقع لمسلمي الإيغور بالصين هناك أقليات مسلمة الإيغور هي دولة كات مستقلة وكانت تسمى تركستان الجنوبية ولكن مع التوسع والتمدد الصيني تم ضمها إلى الصين وبعد ذلك تم إخلاء أهلها وتم محاصرتهم وكان حوالي 11 مليون مسلم هو من تبقى وفرضوا عليهم نظام خطير جدا أنهم كانوا يتعرضون إلى أشد أنواع البلاء حتى أننا سمدت تصريحات لبعض مسلمين الإيغور لهم الصينيين قالوا بأن ما تعرضنا له لم يتعرض له حتى الحيوان أن الحيوانات كانت تتعرض لعداب أليم قالوا حتى في أمريكا نلاحظ هناك احترام حقوق الحيوان حتى التمسيح لها جمعيات حقوق التمسيح رغم أنها آكلة البشر ولكن يتم احترامها في حين أن مسلمي الإيغور تعرضوا لعداب شديد كانوا أول ما يتعرضون له يأمر الرجال بحلق اللحة والنساء بنزع الحجاب ثم يؤمرون بترديد النشيد الوطني الصيني يوميا ومجموعة من الترانيم لكي يتخلصوا من وقعهم الإسلامي ثم صنعوا لهم أكبر معتقل في تاريخ البشرية وعدبوا معدب شديد ولما جاءت بعض الدول التي تدفع لحقوق الإنسان قالوا لهم هذا شأن داخلي لا ينبغي لأحد أن يتدخل في الشؤون الداخلية ثم قالوا بأن هؤلاء المسلمين هم نوت للإرهاب وأنهم سوف يفرخون أفكار إرهابية وحاقبوا معقابا شديدا ألا يمكن أن نقول بأن ما وقع للصين هو نوع من رد الفعل الإلهي الله تعالى لا يظلم ولكن إذا وراء الظلم فإنه يبعث جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو فالمشكل الذي وقع وهو أن الصين أيضا عندها مشكلة كبيرة قضية الطعام الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأكل الحلال وأن نتجنب الحرام في النظام الصيني نلاحظ بأن هناك مجموعة من الناس يأكلون كل شيء حتى يأكلون القرد ويأكلون الضفاضع ويأكلون الحيات كشربة بل ويأكلون الكلاب ويأكلون السرصير ويأكلون كل شيء وهذا حرام في الدين الإسلامي من مقاصد البعثة النبوية الشريفة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت النظام الغدائي ربنا أعطاه لنا نظام عظيم جدا في القرآن العظيم هناك سورة تسمى الأنعام سورة الأنعام الله تعالى وضع فيها نوع اللحوم التي ينبغي أن يأكل الإنسان فأعطانا ربنا عز وجل الأبضعن يعني المواشي الأكباش والمعز وأعطانا البقر وأعطانا الغنم وأعطانا الجمال فهذا ما ينبغي أن يأكل ثم الطيور من دون دي مخلب ولا من قارحاد ثم أعطانا أن نأكل السمك كله هو البحر سماء والحل ميتته أطهر ماءه حدد لنا أنواع الأطعمة وحرم علينا أشياء أخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمضخانقة والموقودة والمتردية وما أكل السبع هذه كلها محرمات لا ينبغي أن تأكل لكن يلاحظ في الصين الشعبية أن الطعام يأكل في من كل جانب يأكلون الأفاعي بل سمعنا بأن هناك من يأكل الأجنة ما يسمى بالسقط المولود الذي لم يستكمل مدته في بطن أمه عند أربع شهور ستشهر يقول بأنه مقويات جنسية في فيتامينات خاصة لتقوية القوة الجنسية وده غريب جدا لما سمعنا جنون البقر ما السبب كان البقر يأكل لحم البقر فأصب البقر الجنون خرجنا عن النظام الإلهي والنظام الكوني ومن أجل ذلك يمكن أن نقول بأن ما وقع للصين أنهم كانوا يعتدون على مسلم إيغولا ومسلمين إيغور كانوا يعتدون عليهم فربنا قل من اعتدى يعتدى عليه هذا ما وقع كانوا مثلا يحاصرونهم في معسكرات اليوم رأينا مدن اقتصادية عملاقة في الصين بدأت محاصرة حصرت الآن كاميرات المراقبة تبدي الشوارع فارغة كأن لا ليس هناك أي بشر الناس قد دخلوا وأغلقوا أبوابهم هذه بتلك من قبل كانوا الناس يتعرضون للاعتداء ويوجهون نداءات ولكن يقال لهم هذا شأن داخلي والصين تقول لا ينبغي لكم تدخلوا أما اليوم تقول تدخلوا أرجوكم أنقيدونا ممن نحن فيه لابد أن نعتبر ولابد أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو حامي هذا الكون ويحاسب كل من يعمل صالحا يجزيه ومن يعمل سوءا يجزيه وما يعلم وجن ربك إلا هو ثم علن أن نفتخر بإسلامنا العظيم نفتخر بأن الله سبحانه وتعالى وضع على نظام غدائي جليل النظام الغدائي الإسلامي ينبغي أن يصدر إلى الآخرين ثم النظام العلاقات الزوجية لأن هنا في الصين لأن ما عندهم دين وفئة كبيرة ربما ملحدة لا تؤمن بأي شيء حتى بمبادئ كونفوشيوس ومنوشيوس لا تؤمن بها ومبادئ بودة لا تؤمن بها حتى إنهم منعوا منعوا في الصين الأعياد الدينية والتجمعات الدينية لماذا؟ لأنهم خوفا من العدوى انتشار العدوى بسرعة وصاروا يشعون بالوحدة اليوم ماذا ينبغي أن نفعل؟ الأمة الإسلامية عليها أن تدرك بأن تتعلم اللغة الصينية اللغة الصينية لو تعلمناها ممكن أن نربح عدة عدة خيرات أولا هي لغة اقتصادية عالمية فكل من تعلم اللغة الصينية سوف يكون كوسيط في التجارة وممكن يجد مناصب شغل كثيرة لكن الأمر الثاني المهم وهو أن الصين دولة منغلقة فلابد أن ننفتح عليها أكتر ونستعرض عليها خصوصيتنا وتقاليدنا وعادتنا وخصوصا الدين الإسلامي لأنه بلد غريب عن الدين لم يصله قيم الدين هذه فرصتنا فرصة مدخل لنشر التدين الإسلامي بصين عن طريق بأن أحسن طريقة للتخلص من هذه الأمراض الوقاية ما ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الوقاية الغدائية والوقاية الصحية دليل على أنه نبي والصين محتاج إلى نظام إلى شريعة حتى في العلاقات الزوجية الرجل يتزوج ابن أخته ويتزوج بالمقربين إليه ونحن في الشريعة عندنا حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم هذا المحرمات هم عندما هذه المحرمات علاقات عادية فنسأل الله السلام والعافية ونذكر بأن الصحة هي هي نعمة من عنده الرحمن سبحانه وتعالى وسيدنا النبي ماذا قال قال نعمتان مغبون في كتب الناس الصحة والفراغ لابد أن نحافظ على صحتنا ولكي نحافظ عليها لابد أن نتبع التعاليم النبوية الشريفة التي سطرها ربنا في كتابه العزيز يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت كل ما هو في خبط تدخين سكر عربدة علاقات جنسية فوضوية أكل لحوم غير مرخصة كل هذا يسمى خبائت ربنا أعطانا البدائل الطاهرة الطيبة فلابد أن نحافظ على هذا المبدأ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت ثم علينا أن نشكر النعم لأن ربنا عز وجل قال ولئا إن شكرتم لأزيدنكم كلما شكر الإنسان نعم الله تعالى ربنا زاده من الخيرات ومن البركات ثم لابد أيضا أننا نحفظ نحفظ إيماننا ألم يقل في الحديث احفظ الله يحفظك احفظ وتجد تجاهك كلما حافظ الإنسان إيمانه وحافظ دينه ربنا يحفظه من الكوارث مرة رجل عالم كان يلعب وكبير السن في التسعين ووتب من أعلى السفينة فقال له يا رجل أنت التسعين سنة وتقوم بالوتب من فوق السفينة قال لهذه الأعضاء هذه الأعضاء حفظها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر لما كبرنا شعرنا بالقوة ومازال الحمد لله الصحة والعافية وعلينا أن نكتر من الدعاء لله سبحانه وتعالى بالشفاء من الأمراض والأسقام والعلل وخصوصا أيها الأحباب الكرام أننا نكتر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اللي شعر بأنه مريض ولمشي الدواء دواؤه أن يصلي على النبي الكريم ذكر العلماء من لم يكن له شيخ مربي فشيخه الصلاة على النبي الكريم ومن كان مريض ولمشي الدواء فدواؤه الصلاة على النبي الكريم فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها اللهم أمين يا رب العالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم